لا لا إحنا إحنا الظاهر جينا في يوم غلط ده فيه مظاهرات مدرسين اللي هم بيطالبوا بالكدر وهيعملوا قلق وهيكدر كدر إيه يا مجدي دول الناس جايين عشان يقدموا لولادهم في كي جي وان جايين ياخدوا الدوسيهات كل دول؟ آه واضرابي بقى الدوسيه في ألف ونص ده تمن شقة في حدايا الأهرام بالعداد الله العظيم سبوب عنب ده إحنا بنتلايف راسم مجدي أقول لك بطل برطمة المدرسة دي أحسن مدرسة موجودة دلوقتي بجد بودي ابن باكينام مودي ابن نيفان لودي ابن باتيناج كلهم في المدرسة دي وبيشكروا فيها قوي طب إحنا ما ندخلوش لمدرسة ملحجات العدالة خالد بن الوليد عادي مجدي واصل أنا هسكت خالص أنا دخل في ربع مليون جنيه دوسيهات لحد النهاردة مودينا اللي أخصمهم من مصروف ومصروف عيالي سبعين سنة قدامي مستر سولي؟ يلا يلا حبيبي أعزك تركز في الانترفيو ها؟ ربنا أنا أولها لك يابن الصباح الخير مين فيكو سولي؟ هو ده يا فندي حضرتك أنا عارف إن الولد هو سولي أنا عايز أسمعها من بقه وبعدين إيه ده؟ إيه ده؟ إحنا مش قولنا تيجوا لابسين بيدا الغمقه ليه لابسين فاتح كده؟ يا فندي إحنا جايد نقرأ فاتحة ده جايد نقدم للولد فرحضانة فعادي يعني ما تضيقهاش ماجدي أنت مامته وهو بابا مش كده؟ انت ما شاء الله شوفي لماح قوي في فرنسا قايب أستأذنكو في السي في؟ أه أتفضل سليم ماجدي سلامة قولي يا سولي يا حبيبي أنت عندك خبرات فيه؟ لا يا فنم هو خبراته كلها في الخليج يعني هو ما اشتغلش في مصر كتير قوي ما اقولها يعني أصي الطفل عنده أربع سليم طفل الطفل جاي يقدم في حضانة يعني يحل مسألة توصيل يحل عندنا شوية عن البيت نقعد ماجدي سيبي الأستاذ يشوف شغله اه اتفضل يا فندم اتفضل قولي يا سولي يا حبيبي بتتكلم لغات؟ انجليزي فرنساوي أو حتى علماني؟ لا بص حارتك كده انت جيت له في منطقته بقى يعني هو في البرتغالي مجرم وعنده شوية فارسي كده على لاتيني خفيف مع بعض اصلا يا فندم اصلا الطفل في السن ده ايه ممكن تسأله مين صديق سبونش بوب الصدوق ايه ماذا استنفول المحبب لقلبك ميا حاجات كده في المنطقة دي ولا ايه؟ ما هو لو كان بتكلم لغات ونبغى كده كنا بعثنا ناسا ووفرنا القرشين طب حضرتك لو ادخلت تاني في الحوار ما بيني وما بين سولي انا مضطر الغي الانترفيو وورفض الولد نهائي مجدي لو سمحت عايزين نخلص ده رابع انترفيو نروح ونترفت عشان سعبيب مجدي حاضر هشكت ده انا قشي قوله شايف نفسك فين كمان خمس سنين طب قولي يا سولي يا حبيب تشايف نفسك فين كمان خمس سنين في تالتة بتدائي يا فندم هيبقى كمان خمس سنين في تالتة بتدائي ما هو بالعقل مجدي مجدي الولد لو ما تقبلش هتبقى انت السبب في ضياء مستقبله قولي يا سليم يا حبيبي ايه هي نقطة ضعفك الكاتاكيتو يا بيه الكاتاكيتو عرف حضرتك ده ممكن يأكل علبتين وهو قاعد كلب كاتاكيتو ماليش كنت عايزة اسأل حضرتك يعني عن النظام والمصاريف وكده بس بيانك دي بس ارجوك بالنسبة للنظام احنا مش بس حضانة احنا حضانة وابتدائي واعدادي وسنوي والمصاريف عندنا بتبقى 45 ألف 45 ألف حضانة وابتدائي وسنوي ده ده حلوة جدا ومن نسبة شركة من التعليم ليه خلاص انا اشتريت يا فاندم 45 ألف في السنة ده غير شامل الباص واليونيفورم والكتب والزينة والجليترز وبتزيد طبعا حسب المرحلة العمرية او حسب الظروف ايه؟ 45 ألف في السنة ليه؟ ما جيب بيرنا يقلبها تاكسي وانشغل الودع عليها وخلاص ويلم المصاريفه وخلاصنا اصلي دي احسن مدرسة موجودة دلوقتي بجد دي فيها مودي وبودي ولودي مادم فيها بودي يبقى خلاص طبعا طب بقول لي حارتك ايه؟ ما ينفعش حارتك تعمل لنا تعمل لنا حاجة كده بـ 25 ألف بمعلى؟ يعني بص قول لك يا فنديم انا امكانياتي كلها دلوقتي 25 ألف ممكن نظبط حاجة مع بعض يعني مثلا الولد يجي ثلاثة يام في الأسبوع بار تايم كده عندكم ممكن يشتغل ببقية الفلوس يلم الورق من الحوش يلن الجرز ينظف الحمامات ويسترزق برضو ينفع معاك كده يا فنديم لا والله كده اتخسر معاك ده مايجيش حق الساينس حتى لا معلش هيا مش الساينس ده هي العلوم ولا الساينس أغلى اه هي العلوم عادي الجهاز العصبي الجهاز التنفسي الجهاز التنسولي حلو شيله الجهاز التنسولي يا فنديم لا قصد يعني شيل الجهاز التنسولي من منهج بتاع العلوم وتمشي كده ونخصم الباقي وشيل الماس وانا اجيب له قال حاس باكاسيو كده نص عمري ماشي نفسه بيها والدين كده كده انا باخده معايا صلاة الجمعة ها يا فنديم ربحانة معاك لا والله ما تمشيش بس انا هعمل معاك واجب هناخد منك الخمسة وعشرين دلوقتي والعشرين كمان شهر مش سي جدا يا فنديم كاتر خيرك انتو فعلا احسن مدرسة موجودة دلوقتي بجد اتفضل قوم وريني هتلم بقية المصاريف ازاي انا عارف هلم ازاي بقية المصاريف يلا يا شلطي تركز معايا يا حبيبي واسمعني كويس لما يقول لك خبراتك ايه هتقول لنا خبراتي كلها برا مصر وبالمناسبة سيادتك لو محتاج اي تأشيرات فياس شنجن انا تحت امرك حسابنا كده متنجي ليه انترفيو زي العسل ان شاء الله